زابلنا محمود جميل مرسل صباح الخير يا مصر من مدينة العريش عشان نتابع تطورات وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة صباح الخير عليك يا محمود صباح الخير عليك يا جمانة صباح الخير عليك يا مصطفى وعلى ضفكم الكريم بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان الحقيقة الجهود المصرية في إنفاذ المساعدات الإنسانية مستمرة ولم تتوقف ويمكن المجهودات دي تحدث عنها الاتحاد الأوروبي مساء أمس في تصريح مهم بأنه حوالي أكتر من ألفين شاحنة موجودة علقة على الجانب المصري من معبر رفح بطبعا بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني لكن لازال أيضا الاحتلال الإسرائيلي في بعض الإجراءات التي تعرقل وصول هذه الشاحنات بالقدر الذي يكفي احتياجات أهالي قطاع جزاء الألفين شاحنة أو أكتر اللي تحدث عنهم الاتحاد الأوروبي مساء أمس دول فقط أمام بوابة معبر رفح البري بخلاف الشاحنات اللي موجودة دلوقتي في مدينة العريش خلينا نقلكوا الصورة دلوقتي في مدينة العريش كم هائل من الشاحنات المصطفى اللي بها عدد كبير من المساعدات الغزائية والإمدادات الطبية المختلفة وكمان بعض المساعدات اللي موجودة في المبردات اللي بتحتاج مبردات وخاصة بنتكلم عن الأدوية وبعض المستلزمات اللي محتاجة طبعا أن هي تكون موجودة دائما في المبردات وفي الثلاجات وده طبعا بيؤدي إلى تكلفة كبيرة جدا لكن لازالت مصر بتتحمل كل هذه التكاليف وكل هذه الأعباء في سبيل ادخال مزيد من المساعدات الإنسانية على الجانب الآخر في الجانب منفذ كرمة أبو سالم اللي بيدخل منه المساعدات حتى هذه اللحظة بالنسبة لليوم النهاردة مفيش دخول للمساعدات حتى هذه اللحظة على الرغم من أن مصر يعني بتجهز أكتر من 200 شاحنة يوميا لكن طبعا بيتبقى على الجانب الآخر ودي الإجراءات اللي بتعرقل طبعا وتفاقم الأزمة الكارثية الإنسانية الموجودة في قطاع غزة ويمكن كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إمبارح في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطريقة لغزة أكد على أن المسئولية الإنسانية والكوارث الإنسانية اللي بتحدث داخل قطاع غزة يتحملها بالجانب بالكامل الجانب الإسرائيلي لأنه هو الذي يضيق الخناق على دخول أكبر عدد من هذه الشاحنات خاصة شاحنات الوقود ويمكن تصرحات الرئيس عبد الفتاح السيسي إمبارح بتأتي ضمن الجهود المصرية المتواصلة في الجانب الإنساني وأيضا الجانب السياسي الدبلوماسي للوصول لوقف إطلاق نار كامل ومطالبة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من رفح الفلسطينية وأيضا معبر رفح على الجانب الفلسطيني وضرورة دخول أكبر عدد من المساعدات وكمان تسهيل الظروف لعودة النزحين مرة أخرى فبالتالي جهود مصرية حثيثة لم تتوقف والحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتوقف لحظة عن دعم الأشقاء داخل قطاع غزة فبالتأكيد جهود إنسانية وسياسية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ربما على مدار الساعات القادمة بالنسبة للشحنات النهاردة يتم دخول عدد من الشحنات من منفذ كرم أبو سالم متجهة إلى من منفذ رفح متجهة لمنفذ كرم أبو سالم والجهود المصرية متواصلة في تكثيف جهدها لدخول أكبر عدد من هذه المساعدات للأشقاء داخل قطاع غزة دي الصورة وبرجع لكم في الستوديو مرة تانية جومانا ومصطفي شكرا لك محمود جميل موفد تلفزيون المصري ممكن اتكلمت عن المساعدات الإنسانية العليقة